أفادت رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين بسقوط مقذوفة مدينة نويبة على البحر الأحمر ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات كما ذكرت رويترز نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقذوفة الذي سقط في مصر مرتبط فيما يبدو بتهديد جوي فوق البحر الأحمر وأنه على علم بوقوع حدث أمني خارج حدوده